hey guys welcome to candy house النهاردة ان شاء الله هناخد لسم 5 من كورس الجرامر level 1 الدرس ده هناخد فيه pronoun he الضمير هو and pronoun she الضمير هي لما نحب نتكلم على ولد ونقول هو لازم نستخدم pronoun he he يعني هو طيب هي بنكتبها ازاي ه ه a letter اللي الفونيكس بتاعه letter h ه ه وبعد كده بنقول he يبقى هحط e يبقى he بتتكتب h e he وبعد he بنحط is 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 طيب هنكتب is ازاي حد فيكو يعرف تعالوا نحاول نعرف مع بعض a a حرف l i ليه لانه i says a l i الفونيكس بتاعتها e وبعد كده حرف الاس is بس خدوا بالكو هنا حرف الاس بننطقه زي حرف الزي بالضبط كأنه زي يبقى is i as is i as يبقى he is وبعدين هنضيف الحاجة اللي احنا عايزين نقولها عن الولد ده he is a boy he is happy he is short وممكن كمان اننا نختصر he is باننا نشيل حرف ال i من كلمة is ونحط بداله apostrophe وبعدين نضم الكلمتين مع بعض وكأنهم كلمة واحدة فhe is هتكون he is he is ولو حد فيكو نسي بننطقها ازاي على طول نفتكر الجبنة جبنة يعني ايه بالانجلش جبنة يعني cheese cheese ودي بتتنطق ازاي he is he is على نفس الوزن بالضبط يبقى he is a boy he is happy he is short now are you ready to play a game دلوقتي جانبين عشان نلعب لعبة في اللعبة دي هنشوف مجموعة صور لولاد ورجالة ونحاول اننا نكون جمل ونتكلم عنهم ونبدأ الجملة باستخدام he is he is happy he is happy he is happy he is happy he is sad he is sad he is sad He is sleepy He is a thief He is a thief He is a police officer He is tall He is tall He is sick He is sick He is a hero he's a hero he's hungry he's hungry he's hungry he's a baby he's a baby he's a baby well done kids طيب لو حابين نتكلم عن بانوتا ونقول هي هنقول ايه لما نحب نتكلم على بانوتا ونقول هي هنستخدم pronoun she she يعني هي she طيب حد فيكو يعرف منكتب she ازاي ش ش يطرى ايه اللي الفونيكس بتاعه بيعمل ش ش الاس لما بتيجي مع حرف اله اللي اتنين مع بعض بيعملوا ش ش ش يبقى اول ما نسمع ش يبقى sh sh وبعد كده بنقول ش ش ش ش يبقى حرف اله يبقى ش ش ش ش ش ش ش ش ش وبعد ش هنكتب ايهز ايهز طب بنكتب ايهز ازاي is Is auy as is يبقى she is وبعدين هنضيف الحاجة اللي احنا عايزين نقولها عن البانوتا دي she is a girl she is tall she is cold وممكن كمان نختصر she is باننا نشيل حرف li من كلمة is ونحط بداله apostrophe ونضم الكلمتين مع بعض وكأنهم كلمة واحدة فبدل ما نقول she is هنقول she's وبرضو لو نسينا ممكن نفتكر الجبنة she's 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 a girl she's tall she's cold and now are you ready to play another game بدلوقتي جاهزين عشان نلعب لعبة تانية هنشوف مجموعة من الصور ونحاول اننا نكون جمل عنها نبدأها بshe's she's a girl she's a girl she's a girl she's a pirate she's a pirate she's a she's a photographer she's a baby she's a baker she's old she's hungry she's a witch she's a witch she's short she's short she's short she's a witch 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 that's all for today خلصنا درس النهاردة اذا عجبكو الفيديو دوسوا لايك و اذا حبيتو دوسوا سابسكرايب عشان توصلكو كل الفيديوهات الجديدة اللي موجودة على القناة ولو عندكو اي اسئلة او تعليقات اكتبوها تحت في الكومنتز thank you for watching bye for now